السلام عليكم متابعي قناة إليكم عندما تحضر نحلك إلى المنزل لأول مرة أو بعض مربي النحل إن لم يكن جميعهم يحتفظون به في خلية النحل لبضعة أيام وعندما يخرج مباشرة فإن النحل العامل سوف يقوم ببعض الدوائر فوق الخلية هذه هي طريقتهم من أجل تذكر مواقعهم لذلك سيعرفون موقع الخلية الخاصة بهم وسوف يتجولون بشكل عام داخل نصف دائرة قطرها خمسة أميال وتصنع النحلة العسل لهدف واحد كي تقتات عليه وتخزنه لتتغذى عليه في وقت الحاجة أو في فصل الشتاء مثلا تمضي النحلة العاملة جل يومها في التنقل بين الأزهار لتمتص الرحيق باستخدام ألسنتهم الطويلة الخاصة أو ما يسمى بالخرطوم ويخزنونه في معدة أخرى مخصصة للرحيق يتوفر النحل على شعر صغير في أجسامهم مما يسمح لحبوب اللقاح بالالتصاق بهم حتى يتمكن من حمل الرحيق وحبوب اللقاح أثناء الطيران بعد أن تزور ما يقارب خمسة آلاف زهرة في اليوم الواحد تتجه النحلة العاملة إلى خليتها بينما تكون الأنزيمات داخل معدتها قد بدأت عملية صنع العسل وعندما تصل إلى خليتها تقوم هذه النحلة العاملة باستفراغ محتوى معدة العسل إلى فم عاملة أخرى ثم إلى فم عاملة أخرى وكل نحلة تضيف المزيد من الأنزيمات التي بدورها تحول الرحيق المستفرغ مرارا إلى عسل لذيذ وحتى هذه المرحلة يحتوي الرحيق على كمية ماء عالية فتقوم النحلات العاملات بتحريك أجنحتهن داخل الخلية لينشئن تيارا هوائيا يقوم بتبخير الماء ويزيد من كثافته ولزوجته ومن ثم يقوم النحل بإحكام غلق الخلايا عن طريق الشمع الخاص بها بهدف حمايته من امتصاص أي رطوبة من المحيط وتذهب مرة أخرى لجمع الرحيق ولكن السؤال هنا كيف ستدل النحلة على الأزهار التي تحتوي على الرحيق عند التأمل في دقة عمل النحلة لا بد أن يخطر هذا السؤال على بالنا والإجابة هي عن طريق حسة الشم القوية لديها فعندما تجد الأزهار ذات الرحيق تعود إلى الخلية وتخبر باقي النحلات عن طريق الرقص نعم فهي ترقص مسرورة وتتميل يمينا ويسارا معلمة في ذلك باقي العشيرة عن مكان الزهور الذي وجدته وتقوم النحلة الشغالة بتسليم العصل غير الناضج للنحلة الشغالة المنزلية فتقوم بإفراز أنزيمات أخرى عليه ويوضع في خلية سداسية ثم تكتمل العملية عن طريق تبخير الماء الموجود في العسل عادة ما يتم بيع العسل بالوزن بدلا من الحجم ضع ذلك في اعتبارك عند شراء العسل لأنه يمكن بيعه إما داخل أو خارج المشط إذا تم شراءها باستخدام المشط فلن تحصل على الكثير من العسل لماذا لا يفسد العسل؟ العديد من العوامل تعمل بانسجام لتسمح للعسل بأن يدوم للأبد كحموضته ونسبة المياه القليلة فيه واحتوائه على بيروكسيد الهيدروجين عادة ما يعثر علماء الآثار المعاصرون أثناء حفرهم قبور المصريين القدامى على شيء غير متوقع قدور تحتوي على عسل محفوظ منذ آلاف السنين اكتشف علماء الآثار أن هذا العسل يبقى صالحا للأكل بعد آلاف السنين معتبرين هذا دليلا جليا على الصلاحية الأبدية للعسل في المرة القديمة التي تشاهد فيها النحل نأمل أن تحظى باحترام جيد لجميع الأشياء الرائعة التي يمكن أن يحققها مخلوق صغير في الحياة ترجمة نانسي قنقر